في دولة الأسد الأب حتى الأموات يصوتون في الانتخابات ليست هذه مزحة يتداولها السوريون بل حقيقة كشفها سجل الناقبين الذي ضم أشخاص توفوا منذ عقود وفي عهد الأسد الأب ربما حتى الذين ماتوا بقصف دباباته وسلاحه الكيميائي انتخبوه حيث جاء في نتائج التصويت أن عدد المصوتين 13 مليون سوري ما يعني أكثر من عدد السوريين الذين يحق لهم الانتخاب بمن فيهم اللاجئون والنازحون وفي سياق التعليقات على مسرحية الانتخابات الهزلية تقول صحيفة الڭارديان إن نتائج انتخابات سوريا معروفة مسبقا والفائز فيها رئيس عصابة يحاول تصوير نفسه على أنه الشخص الوحيد الذي يرسم خارطة الطريق الذي يمر عبر أكبر مشهد دمار في البلاد في العصر الحديث تؤكد الڭارديان أن حلفاء الأسد من الروس والإيرانيين جهدوا لدعم بقاء النظام وحمايته من الهزيمة في المعارك لكن النظام بشكله التقليدي أي بيت الأسد ظل جزءا عضويا في الحفاظ على السلطة من الداخل فما تبقى من سوريا أصبح في معظمه تحت سيطرة آل الأسد أكثر مما كان عليه الحال قبل الثورة وظلت السلطة التي تم بناؤها على مدى أربعة عقود أو يزيد عمادا للعائلة الدكتاتورية الفارق الوحيد بين انتخابات ألفين وأربعة عشر وألفين وواحد وعشرين هو شكل بشار الأسد ما قبل وبعد عمليات التجميل أما الروح فهي ذاتها المصرة على تقديس كرسي السلطة فوق مسرح الجريمة فاز بشار بالانتخابات ليهنأ أتباعه الذين آثروا حياة العبودية على الثورة ضده فأمامهم أيام طويلة سيقضونها في طوابير الخبز والغاز بينما رئيسهم يفكر بطرق جديدة للإمعان في إذلالهم وتجويعهم